لضيق الوقت فإنني ابتعدت عن الاستدلال والمحاججة والجدل ولكن الرسائل التي تصلني تدفعني إلى تناول بعض الموضوعات لضرورتها منذ أن طرحت هذا الموضوع بشكل مفصل في برامجي السابقة وهناك من يضع بين يدي هذا السؤال أعرضت عنه فيما سلف من الأيام لكنني وجدت نفسي مضطراً أن أجيب على هذا السؤال لا أتوقع أن الحلقة هذه ستكفي للإجابة على السؤال هذا أظن أنني بحاجة إلى الحلقة القادمة أيضاً لكنني سأحاول بقدر ما أتمكن كي ألملم أطراف حديثي السؤال في الحقيقة من وجهة نظري ما هو بسؤال إنها عملية استشكال على عقيدة على فكرة طرحت وهذا مرض موجود في أجواء مؤسستنا الدينية حينما يطرح فكر سديد فإن المؤسسة الدينية تسجر تنورها وتبحث عن أي شيء لمجرد الإشكال لأجل توهين وتضعيف ما طرح رجال الديني في مؤسستنا الشيعية وحتى في باقي المؤسسات لكنني أتحدث عن مؤسستنا الدينية الشيعية رجال الديني عندنا هم بؤرة شخصيات تنطوي على كثير من الحقارة والدناء أنا أتحدث عن تجربة عملية في واقع أجوائنا الدينية وفي الوقت نفسه فإنني مسلح بنصوص من الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه القضية وإنما أذهب إلى هذا السؤال الذي طرح علي مرارا وبعبارة أخرى هذا الإشكال الذي أشكل به على حديثي وأنا أتحدث عن إمامة فاطمة الإشكال مرده إلى رواية نقلت عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بحسب المصدر الذي نقلها ما جاء في كتاب دعائم الإسلام في الصفحة السابعة والثلاثين وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى ألف وتسعمية واحد وتسعين ميلادي في الصفحة السابعة والثلاثين من الجزء الأول من هذا الكتاب دعائم الإسلام قال السائل بحسب ما جاء في هذا الكتاب من أن سائلا يسائل الإمام الصادق قال السائل فأخبرني عن خروج الإمامة من ولد الحسني إلى ولد الحسين كيف ذلك؟ فأخبرني عن خروج الإمامة من ولد الحسني إلى ولد الحسين كيف ذلك؟ وما الحجة فيه؟ لماذا حصرت الإمامة في ولد الحسين؟ قال الصادق بحسب الكتاب قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أنزلت هذه الآية في خمسة نفر شهدت لهم بالتطهير من الشرك ومن عبادة الأصنام وعبادة كل شيء من دون الله أصلها دعوة إبراهيم حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام والخمسة الذين نزلت فيهم آية التطهير رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والحسين وهم الذين عنتهم دعوة إبراهيم فكان سيدهم فيها رسول الله وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير وليس لها في الإمامة شيء وهي أم الأئمة صلوات الله عليهم موطن شاهدي هنا موطن الإشكال هنا موطن السؤال هنا قلوا ما شئتم ليس مهما وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير في هذه الآية في آية التطهير وليس لها في الإمامة شيء وهي أم الأئمة صلوات الله عليهم وليس لها في الإمامة شيء ويستمر الكلام وليس لها في الإمامة شيء وهي أم الأئمة صلوات الله عليهم فلما قبض الله نبيه كان علي بن أبي طالب أولى الناس بالإمامة بعد رسول الله ثم تنتقل الإمامة بعد ذلك إلى الحسن إلى الحسين وهكذا يمكنني أن أوجز الكلام فأقول من أن الرواية هذه تتحدث عن سلسلة الأئمة الاثني عشر إنها سلسلة الأئمة الأوصياء وفاطمة صلوات الله عليها لم يرد ذكرها في هذه السلسلة مثلما أن رسول الله لم يرد ذكره في هذه السلسلة يمكنني أن أجيب بهذا الجواب لكنني سأفصل القول في الأمر لأجل أن تطلعوا على كثير من الحقائق التي تخفى عليكم وإلا فبإمكاني أن أجيب بهذا الجواب وقد تقدم في الحلقة الماضية الحديث عن سلاسل الإمامة وكان واضحا وصريحا وبينا فيمكنني أن أفرع على ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية عن سلاسل الإمامة ومن أن سلسلة الأئمة الأوصياء ليس لفاطمة ذكر فيها مثلما ليس لمحمد صلى الله عليه وآله من ذكر فيها فهنا الإمام يتحدث عن هذه الجهة وليس لها في الإمامة شيء لكنني لا أريد أن أختصر الحديث بهذه الطريقة لماذا؟ لأن الرواية فيها إشعار من أن فاطمة ما هي بإمام لأنها إمرأة وكانت فاطمة صلوات الله عليها إمرأة شركتهم في التطهير وليس لها في الإمامة شيء وهي أم الأئمة يمكنني أيضا أن أأخذ من هذه الجهة ومن هذا التعليل من أن فاطمة إمرأة ولذا فهي لم تكن مذكورة في سلسلة الأئمة الأوصياء الرجال فسلسلة الأئمة الأوصياء كلهم رجال لأنهم هم الذين سيتصدون لأمر الحكومة والسياسة هذا لا يعني أن فاطمة قاصرة عن ذلك عاجزة الأمر ليس كذلك الظروف الموضوعية والثقافة في المجتمعات التي عايشها الأئمة وعبر تأريخهم إلى زمان قائمهم صلوات الله عليهم فإن حسن التدبير وإن سر القيادة وإن كمان الإدارة لا يكون إلا بهذا النظم وبهذا الترتيب الذي نظمت به سلاسل الإمامة وفقا لحكمتهم التي هي حكمة الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قلت لكم أنا لا أريد أن أختصر الجواب وإلا بإمكاني أن أمسك بنقطة بحيثية من الحيثيات في هذه الرواية وبعد ذلك سأقوم بالتفريع وسأقوم بتفصيل الحديث لكنني لا أريد أن ألفلف الموضوع بهذه الطريقة أريد أن أضع النقاط على الحروف لذا سأقول من أنني سأسلط الضوء على مؤلف هذا الكتاب وسأسلط الضوء على الكتاب نفسه وسأسلط الضوء على الحديث هذا بنفسه أيضا من جهة الأسلوب ومن جهة المضمون وهناك مطالب أخرى سأتناولها سأبدأ من مؤلف الكتاب نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أتناول تفاصيل الكلام الكتاب الذي هو مصدر لهذه الرواية إن صحت إن صحت هذه الرواية الكتاب هو دعائم الإسلام كتاب مشهور معروف وهو للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي قطعا ليس المراد من أبي حنيفة النعمان هو إمام الأحناف النعمان ابن ثابت ابن زوطي هذا هذا هو جده جد أبي حنيفة النعمان فأصله من كابل من أفغانستان أصل أبي حنيفة النعمان الذي هو إمام الأحناف النعمان ابن ثابت ابن زوطي زوطي هذا نحن لا نعرف دينه ولا نعرف تاريخه لكن هذا هو المعروف في نسب ما يوصف بالإمام الأعظم المؤلف هنا لا علاقة له بإمام الأحناف هذا تميمي مغربي مجرد تشابه في الكنا والأسماء فدعائم الإسلام الكتاب الذي وردت فيه الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل هو للقاضي أبي حنيفة النعمان ابن محمد التميمي المغربي والذي توفي سنة 363 للهجرة يعني بعد زمان ما هو بطويل جدا عن زمان انتهاء عصر الغيبة الأولى وابتداء عصر الغيبة الثانية فالغيبة الأولى انتهت في شعبان سنة 329 للهجرة والقاضي هذا النعمان أبو حنيفة النعمان المغربي توفي سنة 363 34 سنة الفارق بين نهاية عصر الغيبة الأولى وبين وفاة أبي حنيفة النعمان المغربي صاحب هذا الكتاب كان معاصرا للغيبة الأولى هذا المؤلف هل هو شيعي هل هو من الشيعة الاثني عشرية لا يوجد دليل واحد على الإطلاق على الإطلاق لا شأن لي بما قاله مراجع النجف علماء الشيعة لا شأن لي بأقوالهم أصابوا أخطأوا هم مسؤولون عن أقوالهم أنا أحدثكم هنا عن تحقيقي عن الذي وصلت إليه وليس اليوم عبر السنين الطويلة أحدثكم عن قناعتي عما وصلت إليه في بحثي قطعا وفقا لمنهج العترة الطاهرة فلا شأن لي بما قاله ويقولونه مراجع النجف مراجع الشيعة أصابوا أخطأوا لا أخفي عليكم بعد هذا العمر الطويل من البحث الذي وصلت إليه أنني لا أثق بما يقوله علماء الشيعة هذه قد تكون عقدة مشكلة بالنسبة لي من وجهة نظركم لكنني وصلت إلى هذه النتيجة بعد بحث طويل وطويل جدا أصبحت لا أثق بما يقوله علماء الشيعة لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لا يتحرون الدقة فيما يقولون يهرفون بما لا يعرفون وفي الوقت نفسه يضعون لأنفسهم ألقابا من أنهم محققون ومدققون وجامعون بين الأصول والفروع إلى غير ذلك من الكلام الجامعون بين العقل والنقل هراء في هراء هذا من وجهة نظري تتفقون معي تختلفون معي هذا أمر راجع إليكم وإنني قد أثبت هذا عبر السنين الطويلة في دروسي ومحاضراتي وبرامجي لكنني لست مهتما لأن تتفقوا معي أو تختلفوا معي في هذه المسألة بالنسبة لي وصلت إلى هذه النتيجة التي جعلتني لا أثق بكلام علماء الشيعة بكلام مراجع النجف خصوصا المراجع الكبار لأنهم لا يتحرون الدقة فيما يقولون وفي كثير من الأحيان ينقلون أي كلام لأنهم مطمئنون ليس هناك من محاسب وفي كثير من الأحيان يطلقون آراءهم عنادا وتجبرا ومكابرة لأنهم يعلمون أن الناس ستقبلوا كلامهم وإن كانوا مكابرين ومعاندين للجهة التي تنطق بالحق وأمر آخر وصلت إليه من خلال البحث الطويل في سيرة مراجع النجف وفي كتبهم وما كتبوه وما أنتجوه لا أثق بما يسمونه تحقيقا علميا لا أثق بكلامهم ولا أثق بعلمهم بمعلوماتهم فهم لا يتتبعون الموضوعات إلى جذورها وإلى أصولها من منتصف الطريق يبدأون التحقيق هذا هو الذي وجدته واضحا عند هؤلاء أنا لا أريد أن أحدثكم عن موقفي من مراجع النجف ومن كتبهم وآرائهم بالإجمال لا شأن لي بهم وبما يقولون أعود إلى مؤلف الكتاب إنه أبو حنيفة النعمان المغربي لا يوجد دليل بل لا توجد إشارة مطلقا مطلقا تدل على أنه شيعي فما ذهب إليه بعض مراجع الشيعة بعض محدث الشيعة بعض علماء الشيعة من أنه شيعي هذا الكلام هراء في هراء في هراء لا يوجد دليل أبدا لا في كتب التأريخ ولا في كتب السيار ولا في كتب الحديث ولا في كتب الرجال والتراجع لا يوجد دليل يدل على أنه شيعي إثنى عشر أبدا وأقول هذا الكلام بملء ثمي ولا أعبأ بما يقوله من يقوله من كبار علماء الشيعة من أنه شيعي لا هو بشيعي ولا هم يحزنون ما يوجد في كتب التأريخ والسيار هناك أمر واضح صريح جدا هو إسماعيلي وأقول هذا بقطع وما كان شيعيا إثني عشريا أبدا ولا في ثانية من ثواني عمره هو إسماعيلي وإسماعيلي متعصب لإسماعيليته هناك كلام من أنه كان في بادئ أمره مالكيا كان من المخالفين والمذهب المالكي منتشر في شمال أفريقيا وإلى يومنا هذا فهناك في الكتب ما يشير إلى أن بداياته كان مالكيا ثم صار إسماعيليا لكننا لا نملك دليلا قطعيا على هذا الأمر أما أنه إسماعيلي فهذا أمر مقطوع به بدرجة مئة بالمئة كل المعطيات وكل الحقائق تشير إلى أنه إسماعيلي ومن كبار الإسماعيليين ومن قادة الإسماعيليين ومن عظماء الدعاة الإسماعيليين ومن الدائرة القريبة من أئمة الإسماعيليين كل الحقائق تشير إلى ذلك القول من أنه شيعي إثنى عشري وأنه كان يتقي هراء في هراء هذا الكلام هذا الكلام لا قيمة له أصلا هناك من يردده في الأجواء الشيعية في الأجواء الحوزوية النجفية وفي غيرها حين نتحدث حين نتحدث عن النجف لا أتحدث عن الجغرافيا أتحدث عن المنهج إن كانوا يقطنون في النجف أو كانوا يقطنون في بلاد أخرى فالقول فالإسماعيليون في نظر علماء الشيعة الذين ألفوا كتبا في الفرق والمجموعات وأصحاب المقالات والملل والنحل قالوا عنهم من أنهم من فرق الشيعة وحتى في كتب الفقه ربما يعدونهم من فرق الشيعة الضالة لكن في نظر أهل البيت ما هم كذلك هم والنواصب على حد سواء إن لم يكونوا أسوأ في أحاديث أهل البيت هم والنواصب على حد سواء سيقول قائلون من أنهم يزورون الأئمة من أنهم يبكون على الحسين إلى إلى ما هو الخطر هنا أنتم تعتقدون أن النصب هو في بغض القلوب لمحمد وآل محمد لأنكم لا تعرفون ثقافة العترة الأئمة يقولون إنكم لا تجدون أحدا في الناس يقولوا إني أبغض محمدا وآل محمد حتى الوهابيون يقولون من أن حب محمد وآل محمد من الواجبات هذا ذكره هذا ذكره محمد ابن عبد الوهاب في كتبه موجود في كتبه في كتبه محمد ابن عبد الوهاب هذا موجود في كتب ابن تيمية وفي كتب تلميذه ابن القيم الجوزية وأمثالهم من النواصب في كتب هؤلاء القوم ذكروا وتحدثوا عن وجوب حب محمد وآل محمد ووصفوا الذين لا يحبونهم بأنهم نواصب هذا في كتب القوم موجود بشكل واضح وإذا ما رجعتم إلى كتب المخالفين لأهل البيت ستجدون في كتبهم الفقهية وفي كتبهم الدينية حديثا عن النواصب ومن أنهم ما هم على الإسلام وتجدون لعنا منهم على النواصب وهم الذين يبغضون محمدا وآل محمد هل تعتقدون أن النصب هو في البغض العاطفي النصب ليس في البغض العاطفي البغض العاطفي يمثل جهة من جهات النصب النصب الذي يتحدث عنه الأئمة النصب الفكري النصب العقائدي هو هذا النصب الخطير الإسماعيليون بنظر أئمتنا أتحدث عن منهج الأئمة الاثني عشر عن منهج الأئمة الأربعة عشر أتحدث عن هذا المنهج هؤلاء نواصب نواصب لأنهم يحملون عقيدة مخالفة لعقيدتهم صلوات الله عليهم هم يقفون عند الإمام الصادق من الأئمة وبعد ذلك يؤسسون منهجا جديدا للإمامة عندهم هؤلاء جاءوا بدين جديد فلا يعدون من الشيعة هؤلاء يعدون من النواصب إنني أتحدث عن منهج الأئمة الاثني عشر عن منهج الأئمة الأربعة عشر عن سلاسل الإمامة عن منهج محمد وآل محمد أتحدث عن هذا المنهج عن منهج الكتاب والعطرة الإسماعيليون وغيرهم نواصب هؤلاء نواصب العقيدة ومن هنا عد إمامنا الصادق أكثر مراجع الشيعة أتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة الإمام الصادق عدهم في رواية التقليد عدهم نواصب ووصفهم بأنهم أسوأ من بني أميه لماذا؟ لأن الأئمة وضعوا لنا منهجان من أن نواصب السقيفة هم أعداء الشيعة أما نواصب الشيعة فهم أعداء الأئمة هذا الكلام واضح فيما قاله إمامنا الصادق للمفضل بن عمر قال الناصبة أعداءكم يا مفضل إنهم أعداء الشيعة وأما المقصرة فهم أعداء أهل البيت من هنا الإسماعيليون يتبرؤون من أئمتنا من الإمام الكاظم إلى إمام زماننا ويستهزئون بهم يستهزئون بإمامنا الكاظم هذه قضية مفصلة لا أريد أن أخوض فيها أنا أقول للذين يعرفون بعض التفاصيل الاجتماعية عن الإسماعيليين في كربلاء في كربلاء صنعوا لهم سوقا خاصا بهم وهذا يفعلونه في كل مكان لماذا لأنهم لا يريدون أن يربحوا أو أن يكونوا سببا في نفع شيعيا من الشيعة الإثنى عشرية لذا أسسوا لهم سوقهم الخاص في فيضهم الخاص أليس هناك عندهم الفيض في كربلاء أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل واقع الإسماعيليين لا شأن لنا بهم هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد الناس أحرار في معتقداتها لكن أن يقال من أن الإسماعيليين شيعة هذا هم يقولونه عن أنفسهم هم يقولون عن أنفسهم ما يريدون أن يقولوا هم أحرار في ذلك هم يقولون عن أنفسهم من أنهم شيعة من أنهم شيعة محمد وآل محمد نعم هم يقولون هذا عن أنفسهم وعلماء السنة يقولون عنهم من أنهم من فرق الشيعة وعلماء الشيعة أيضا أما آل محمد لا يقولون ذلك الإسماعليون لا شأن لنا بهم وما يقولون علماء السنة لا شأن لنا بهم علماء الشيعة أغبياء يركضون وراء المخالفين لا يعودون إلى روايات وأحاديث أهل البيت من أنكر واحدا من الأئمة كان كافرا هؤلاء ينكرون الأئمة من الإمام الكاظمي إلى الحجة القائم المهدي وينصبون لهم سلسلة طويلة من الأئمة سلسلة الأئمة عندهم طويلة عند الإسماعليين حكايتهم طويلة مفصلة لا علاقة لهم بالشيعة أتحدث عن الشيعة وفقا لمنهج الأئمة الأربعة عشر لمنهج الأئمة الأثني عشر أتحدث عن هذا المنهج فيرد في بعض الكتب من القول من أنه شيعيون شيعيون بهذا اللحاظ كما يقولون هم عن أنفسهم كما يقول المخالفون من السنة والمخالفون من الشيعة ما هؤلاء أيضا مخالفون لأهل البيت مراجع الشيعة مخالفون لأهل البيت ألا تلاحظون من خلال هذه البرامج أنه ما من شيء يقوله أهل البيت إلا ويخالفه هؤلاء الأغبياء في النجاف ويذهبون راكضين وراء أعداء محمد وآل محمد هؤلاء أيضا مخالفون ولذلك الإمام الصادق قال عنهم من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه خلاصة القول فأبو حنيفة هذا لا يوجد دليل واحد إنني أتحدث عن أبي حنيفة التميمي المغربي الإسماعيلي لا يوجد دليل واحد مطلقا يشير إلى أنه كان شيعيا إثني عشريا أبدا وما يقوله ما يقوله بعض مراجع الشيعة هؤلاء لا أريد أن أعلق على كلامهم هؤلاء يقولون كلاما ناقضا للوضوء لا أريد أن أقول أكثر من ذلك القول من أنه كان مالكيا على المذهب المالكي في بداياته وتحول بعد ذلك إلى الإسماعيلية هذا ممكن ورد هذا الكلام فالرجل مغربي من شمال إفريقيا والمذهب المالكي منتشر في تلك الأسقاع وإلى يومنا هذا لكننا لا نملك دليلا على ذلك هذه المعلومات موجودة الأدلة المتوفرة بين أيدينا وهي كثيرة تشير إلى أن الرجل كان إسماعيليا متعصبا وإسماعيليا من الطراز الأول فالمؤلف إسماعيليا كتابه ماذا سيكون؟ سيكون كتابا إسماعيليا وفقا للمذاق الإسماعيلي وفقا للعقائد الإسماعيلية أبو حنيفة هذا التميمي المغربي الذي توفي سنة 363 للهجرة كان من خدام أول خليفة من خلفاء الفاطمي كان خادما مخلصا وملتصقا به شديد الالتصاق ومعتقدا بإمامته الخليفة أو الإمام بنظر الإسماعيليين الأول هو المعروف في كتب التعريخ بعبيد الله المهدي ولذلك تسمى الدولة الفاطمية في كتب التعريخ تسمى بالدولة العبيدية نسبة إلى عبيد الله المهدي الذي أسس الدولة الفاطمية وأسس عاصمته الأولى في تونس إنها المهدية العاصمة الأولى للدولة الفاطمية المهدية هي عاصمة عبيد الله المهدي والذي يسمى في الثقافة الإسماعيلية يسمى المهدي بالله المهدي بالله هو إمامهم الأول في سلسلة خلفاء الدولة الفاطمية لا أتحدث عن الإمام الأول بعد الإمام الصادق فإمامهم الأول بعد الإمام الصادق هو إسماعيل ابن الإمام الصادق والذي توفي في حياة إمامنا الصادق لكنهم يعتقدون ببقائه وحياته ووجوده على أي حال نحن لا نريد أن نناقش الإسماعيليين في عقائدهم لا شأن لنا بهم أنا أتحدث عن هذا المؤلف وعن هذا الكتاب فأبو حنيفة هذا الإسماعيلي كان في خدمة أول خليفة من خلفاء الدولة الفاطمية وعاش معه في المهدية في تونس قضى من عمره في خدمة المهدي بالله بحسب عقائد الإسماعيليين قضى في خدمته تسع سنين وكان خادماً مخلصاً له ويعتقد بإمامته فإنه يعده في مصاف الأئمة كالإمام الباقري كالإمام الصادق وهذا يتضح من كتابه وسأقرأ عليكم من كتابه كيف أنه يعده يعد المهدية بالله في مصاف الأئمة من أمير المؤمنين إلى الإمام الصادق ومن جاء بعدهم من أئمتهم من أئمة الإسماعيليين توفي المهدي بالله وصار الخليفة من بعده من ولده إنه القائم بأمر الله في زمان القائم بأمر الله أيضاً كان أبو حنيفة في خدمة هذا الإمام وهو الذي عينه قاضياً من قبله في طرابلس طرابلس ليبيا طرابلس الغرب والتي كانوا قديماً يقولون عنها إطرابلس عينه في إطرابلس في طرابلس الغرب في ليبيا فكان قاضياً معيناً من قبل الإمام الإسماعيلي كان قاضياً على درجة عالية وعين في هذه الأسقاع لأهمية هذه الأسقاع بالنسبة للفاطميين للعبيديين وبعد أن توفي هذا الخليفة الإسماعيلي القائم بأمر الله صار الخليفة من بعده المنصور بالله وكان أبو حنيفة في حاشيته وكان قريباً منه وعينه قاضياً في المنصورية والمنصورية أيضاً مدينة في تونس بناها المنصور بالله الفاطمي عاصمة له بعد أن انتقل من المهدية العاصمة الأولى فالمنصورية كانت العاصمة وكان الخليفة الفاطمي المنصور بالله قاطناً فيها نقل مقر عرشه وحكومته إليها وكان برفقته أبو حنيفة المغربي هذا الإسماعيلي فعينه قاضياً في المنصورية في العاصمة فهو يتنقل في خدمة أئمة الإسماعيليين وفي خدمة خلفائهم وهذا الأمر واضح ومعروف وبديهي مذكور عند الإسماعيليين وعند غيرهم والحقائق الموجودة بين أيدينا كلها تشهد بذلك فقد رافق المهدية بالله إلى أن مات وكان في خدمته وكان شديد الالتصاق به وعرف بذلك لذلك بقي موثوقاً به ومقرباً عند الخلفاء من بعد المهدي بالله فجاء القائم بأمر الله فكان قريباً من ونصبه قاضياً في إطرابلوس كما كانت تسمى وبعد القائم بأمر الله جاء الخليفة الفاطمي بعد أن توفي القائم بأمر الله فجاء المنصور بالله وكان قريباً منه وبنى المنصور بالله العاصمة الجديدة المنصورية لا زالت آثارها لا زالت أطلالها موجودة في تونس فلما انتقل إلى العاصمة الجديدة انتقل معه كان معه أبو حنيفة وعينه قاضياً في المنصورية ولما مات المنصور بالله وجاء المعز لدين الله الفاطمي الخليفة الفاطمي المشهور المعز لدين الله كانت علاقة أبي حنيفة الإسماعيلي هذا بالإمام الإسماعيلي بالخليفة الإسماعيلي المعز لدين الله كانت متينة جداً 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 وأقوى من علاقته بمن تقدمه من الخلفاء كان لصيقاً به كان مستشاراً من مستشاريه وكان يعتمد عليه في خواص أموره فجعله قاضي القضاة وهذا المنصب عند الإسماعيليين من أخطر المناصب جعله قاضي القضاة وفي الوقت نفسه نصبه داعي الدعاة الإسماعيليون يعرفون معنى هذه المصطلحات معنى مصطلح قاضي القضاة من قبل الخليفة الفاطمي هذا شيء يختلف اختلافاً كبيراً عن قاضي القضاة في الدولة العباسية هذا هذا يشير إلى قربه من أئمتهم الذين يعتقدون بعصمتهم ويعتقدون بقربهم من الله ويعتقدون بولايتهم التي هي أرقى وأسمى من ولاية الأنبياء هكذا يعتقد الإسماعيليون في أئمتهم والكلام طويل في شدة اعتقاد الإسماعيليين بأئمتهم فحينما نصب المعز لدين الله أبا حنيفة المغربي إنه مؤلف هذا الكتاب حين نصبه داعي الدعاة أتعلمون ما المراد من داعي الدعاة عند الإسماعيليين أقرب لكم الفكرة بالضبط كمنزلة سلمان من رسول الله كمنزلة سلمان من أمير المؤمنين وقد تكون منزلة داعي الدعاة أعلى من منزلة سلمان ومن منزلة أصحاب الأسرار من خاصة رسول الله ومن خاصة أمير المؤمنين هذا هو أبو حنيفة المصري المغربي التميمي الإسماعيلي إسماعيلي وربما يكون المالكي سابقا على المذهب المالكي وفقا لبعض المعلومات لا شأن لنا بهذه المعلومات الرجل عاش إسماعيليا ومات إسماعيليا مات أبو حنيفة أيام خلافة المعز لدين الله في القاهرة فإن المعز لدين الله الفاطم في بداية خلافته كان في المنصورية في العاصمة التي بناها الخليفة الذي سبق المنصور بالله ولكنه بعد ذلك استطاع أن يسيطر على مصر وأن يخرج مصر من سلطة الدولة العباسية فبنا له عاصمة جديدة هي القاهرة ومن هنا يقال للقاهرة من أنها قاهرة المعز لأنه هو الذي بناها بناها قريبا من مدينة الفستاط التي بناها عمر بن العاص حينما دخل إلى مصر فبنى المعز لدين الله الفاطمي القاهرة عاصمة جديدة له وانتقل إليها وكان برفقته أيضا أبو حنيف هذا مؤلف دعائم الإسلام وهناك نصبه في القاهرة نصبه قاضي القضاة وداعي الدعاة إلى أن مات في القاهرة ودفن في القاهرة الذي صلى عليه هو المعز لدين الله إمامهم صلى عليه هم لا يتعاملون مع هؤلاء الخلفاء مثلما يتعامل العباسيون مع خلفائهم هم يتعاملون مع أئمة معصومين هكذا يتعاملون معهم المعز لدين الله هو الذي صلى على أبي حنيفة هذا أتعلمون أن الإسماعيليين تحديدا البهرة في زماننا في الهند وغير الهند يعتقدون أن الكتاب هذا في دوائرهم الخاصة يعتقدون أن الكتاب هذا ليس لأبي حنيفة إنما هو إملاء من المعز لدين الله هكذا يعتقدون لأنهم يقولون إن أبا حنيفة هذا كان مسلما لعمته فلا يقول شيئا ولا يكتب شيئا إلا أن يأخذه منهم هكذا يقولون عنه لا أريد أن أبحث في هذه القضية وأذهب في تفاصيلها فهذا أمر لا يخصني هذا أمر من خصائصهم من خصائص الإسماعيليين أنفسهم لا شأن لي به أبقى مع الخطوط العامة لشخصية أبي حنيفة المغرب وتأريخه حينما مات أبو حنيفة المغرب من الذي عين قاضي القضاة من بعده في القاهرة المعز لدين الله عين ولده عليا الولد الأكبر وكان من دعاة الإسماعيليين أيضا ومن علمائهم وقضاتهم ورجال دينهم فصار علي ابن النعمان مؤلف دعائم الإسلام صار ولده قاضي قضاة في الدولة الفاطمية من بعد أبيه مباشرة وكان في حاشية المعز لدين الله لما توفي ولده علي من الذي صار من بعده قاضي القضاة في الدولة الفاطمية صار ولده أثاني حسين حسين ابن النعمان المغربي صار قاضي القضاة في القاهرة عند الفاطميين بعد وفاة أخيه علي وتقولون لي بعد ذلك هذا شيعي من الشيعة الاثني عشرية ومن أنه كان يتقي أية تقية هذه في أي مكان توضع هذه التقية في أي صف من صفوف أحكام التقية أصنف هذه التقية ومن دون دليل يدل على ذلك هذا هو مؤلف الكتاب صارت أصورة واضحة لديكم ولا يستطيع أحد أن يشكك بأية معلومة من هذه المعلومات أنا أشكك بمعلومات مراجع الشيعة لأنه لا دليل عليها أما هذه المعلومات فهي الموجودة في كتب التاريخ عند الإسماعيليين وعند غيرهم الرجل كان إسماعيليا من الطراز الأول القول من أنه كان شيعيا إثني عشريا لا حقيقة له ولا دليل عليه ولا توجد ولا إشارة واحدة تشير إلى هذا المعنى مجرد هراء خرابيط كلام عند مراجع الشيعة وعند محدثي الشيعة ولازال إلى يومك هذا عند البهرة هو من الشخصيات المقدسة عنده أبو حنيفة النعمان المغربي المصري هو شخصية مقدسة عند الإسماعيليين تحديدا عند البهرة هذا أمر معروف عندهم من الأسماء المقدسة والمجللة والمحترمة عندهم إلى هذه اللحظة أعتقد أن صورة صارت واضحة فيما يرتبط بشخصية المؤلف بشخصية مؤلف كتاب دعائم الإسلام نذهب إلى فاصل تقدم الحديث عن مؤلف الكتاب عن أبي حنيفة النعمان المغربي الإسماعيلي والذي قد يعرف بابن حيون أبو حنيفة ابن حيون المغربي هذا الكتاب أريد أن أعرفكم به في البداية أعطيكم صورة إجمالية عن الكتاب وبعد ذلك ندخل في تفاصيله كي أقرأ عليكم نماذج مما جاء فيه هذا الكتاب حين ألفه أبو حنيفة المغربي ألفه زمان المعز لدين الله الفاطمي والخليفة الفاطمي جعله جعل هذا الكتاب دستورا للدولة الفاطمية من هنا صار هذا الكتاب مشهورا فكتاب دعائم الإسلام منذ أيام المعز لدين الله الفاطمي إلى آخر خليفة إلى أن قتل آخر خليفة من خلفاء الفاطميين إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي إلى مصر وقضى على الدولة الفاطمية فمنذ زمان المعز الفاطمي إلى آخر يوم كان هذا الكتاب دستورا للدولة الفاطمية من هنا صار كتابا مقدسا عند الإسماعليين وإلى يومنا هذا هذا هو الكتاب الذي يعد بمثابة الرسالة العملية المقدسة عند البهرة إلى يومنا هذا ولذا كتبت عليه عندهم الحواش الكثيرة وترجموه إلى أكثر من لغة واختصروه في مختصرات منها ما جعل للقضاة مختصرات للقضاة ومنها ما جعل لعامة الناس وإلى يومنا هذا فإن الرسالة العملية الأولى عند البهرة الإسماعيليين في الهند وغير الهند هذا الكتاب فهل يعد هذا الكتاب من كتبنا ماذا تقولون أنتم حال المؤلف عرفتموه وحال الكتاب هذا بشكل إجمالي هأني أطرحه بين أيديكم هذا هو دستور الدولة الفاطمية دعائم الإسلام قانون الدولة الفاطمية قلت لكم قبل قليل من هنا يذهب بعض البهرة بعض الإسماعيليين ويعتقدون أن الذي ألفه هو المعز الفاطمي الحقيقة ليست كذلك خلفاء الفاطميين ما كانوا على علم كبير واسع لكن أبا حنيفة هذا كان عالما ومطلعا ولذا نصبوه داعي الدعاة فما كانوا يجعلون أحدا في هذه المرتبة أن يكون داعي الدعاة ما لم يكن عالما ومطلعا على ثقافة واسعة في أيامه وزمانه فالكتاب لأبي حنيفة المغربي لكنه ألف بأمر من المعز الفاطمي كدستور للدولة الفاطمية مثل ما فعل الدوانيقي الذي يعرف بأبي جعفر المنصور مثل ما فعل وطلب من مالك بن أنس إمام المذهب المالكي أن يكتب كتابا كي يكون دستورا للدولة فكتب الموطأ وتبناه المهدي العباسي الذي صار خليفة من بعد الدوانيقي لأن مالك بن أنس لم يكمل كتابة الكتاب إلا في زمان الخليفة المهدي العباسي ما هؤلاء يدعون أنهم هم خلفاء الله وأولئك يدعون أنهم هم خلفاء الله فمثل ما صنع مالك بن أنس إمام المالكية كتاب الموطأ دستورا للدولة العباسية هؤلاء أيضا صنعوا لهم دستورا هو هذا دعائم الإسلام هذه النسخة التي بين يدي وهي النسخة المشهورة تتألف من جزئين دعائم الإسلام بحسب هذه الطبعة المشهورة يتألف من جزئين من هو المحقق الذي حقق هذه النسخة دبلوماسي هندي لماذا لأن النسخة الأصلية في الهند عند البهرة ولا توجد نسخ أصلية لهذا الكتاب في مكتبة أخرى إلا ما تشتمل عليه خزائن الكتب في الدول الأوروبية ما هي هذه الخزائن تشتمل على كل أنواع الكتب آصف بن علي أصغر فيضي محقق هندي وكان دبلوماسيا هنديا في السفارة الهندية في القاهرة هو الذي ذهب وراء النسخ الأصلية لهذا الكتاب والتي كانت في الهند بحث جاهدا عن نسخة أصلية كي يعتمد عليها في القاهرة فما عثر إلا على صور على صورة لنسخة من النسخ القديمة لم يحصل على نسخ أصلية إنني لا أتحدث عن نسخ أصلية كتبت في زمان المؤلف المعروف من أن أقدم نسخة أصلية قد كتبت بعد المؤلف بخمسمائة سنة لماذا؟ لأن صلاح الدين الأيوب أحرق كل مكتبات الدولة الإسماعيلية الدولة الفاطمية وطاردهم في كل مكان ونهب كتبهم ووثائقهم حكاية التاريخ الأيوب مع الفاطميين فأقدم نسخ هذا الكتاب موجودة في الهند عند البهرة فهو كتابهم من هنا النسخة الموجودة المنتشرة في مكتباتنا وفي المكتبات العامة هي هذه النسخة التي حققت وفقا لنسخ جيء بها من الهند ومن بيوت البهرة جيء بها من شخصيات البهرة كتاب إسماعيلي صرف في تأريخه وفي وجوده الفيزيائي وإلى يومنا هذا وتقولون لي بعد ذلك هذا شيعي أي شيعي هذا وأي كتاب شيعي هذا إذا ما دخلنا في تجاويف هذا الكتاب ألفه وفقا للعقيدة الإسماعيلية روى في هذا الكتاب أحاديث عن العترة الطاهرة إلى حد الإمام الصادق إلى الإمام الصادق وتوقف فليس هناك من ذكر لأي إمام بعد الإمام الصادق أكثر الأحاديث التي ذكرت في هذا الكتاب مروية عن الإمام الصادق الإسماعيليون يروون عن الأئمة ويروون عن إمامنا الصادق كثيرا هذا أمر معروف عنده ما هو بغريب لكن حينما يقوم المؤلف بالتأليف وفقا للمنهج الإسماعيلي حتى وإن ذكر أحاديث صحيحة عن إمامنا الصادق هذا لا يعني أنه صار شيعيا جعفريا ولا يعني أن كتابه صار كتابا شيعيا جعفريا صحيح البخاري فيه الكثير من النصوص التي هي موجودة في الكافي الشريف بنفس الألفاظ فهل صار صحيح البخاري كتابا شيعيا جعفريا ماذا تقولون أنتم صحيح البخاري الذي هو صحيح البخاري فيه الكثير من النصوص التي هي موجودة في الكافي وغير الكافي في كتبنا بنفس الألفاظ أما بنفس المضامين فهناك أحاديث عددها سيكون أكثر حينئذ نفس المضامين موجودة في صحيح البخاري وموجودة في الكافي وغير الكافي فهل صار صحيح البخاري كتابا جعفريا وهل صار البخاري شخصا جعفريا أي منطق تتكلمون ما هم النصيرية الغلات الذين ما هم على دين الإسلام بحسب منهج محمد وآل محمد هؤلاء في كتبهم هناك كثير من الأحاديث الصحيحة التي نقلوها عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهل صارت كتب النصيرية كتبا جعفرية شيعية وفقا لمنهج محمد وآل محمد الذي نعتقد به وهل صاروا هم كذلك هم العونون بحسب منهج محمد وآل محمد الأمور لا تخاس بهذا القياس لكنني كما قلت لكم هناك أمراض تنتشر في واقع المؤسسة الدينية الشيعية وهذه الأمراض ليست حكرا على أصحاب العمائم هي تنتقل عن طريق العدوى عن طريق العلاقة بأصحاب العمائم إلى سائر الشيعة خصوصا من أولئك الذين يدعون أنهم على ثقافة أو على علم أو على الطلاع بالثقافة الدينية وهم لا يفقهون شيئا فهذا الكتاب دعائم الإسلام ألف وفقا للمنهج الإسماعيلي حينما يتحدث عن الإيمان فإنه يتحدث عن الإيمان وفقا للمذاق الإسماعيلي أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم من هذا الكتاب وقت الحلقة يكاد أن ينتهي وأنا ما قلت شيئا لحد الآن فهذا الكتاب ألفه مؤلفه وفقا للمذاق الإسماعيلي ولذا فإنه ينقل الأحاديث عن الأئمة إلى حد إمامنا الصادق ويتوقف بعد ذلك أكثر الروايات التي نقلها عن الأئمة نقلها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لكنه لم يشر إلى أي مصدر من المصادر التي نقل عنها ولذا نحن لا نعرف كتابا من كتبنا قد وصل إليه فهو لم يشر إلى أي مصدر من مصادر الحديث وليس له من علاقة مع أي شخص من الشخصيات الشيعية الأثنى عشرية على الإطلاق لا توجد إشارة لا من قريب ولا من بعيد لم يكن له أي تواصل مع أي محدث من محدثي الشيعة الأثنى عشرية الرجل إسماعيلي صرف قد تقولون من أين جاء بالأحاديث عن إمامنا الصادق الإسماعيليون عندهم الكثير من الكتب التي تشتمل على أحاديث إمامنا الصادق وإن ضاعت وأحرقت ولكن إلى يومنا هذا بأيديهم بعض الكتب التي تشتمل على أحاديث الإمام الصادق هم حرفوها هم حرفوا هذه الأحاديث في الجهة التي يريدونها كيف نشأت دولتهم نشأت دولتهم وفقاً لفكرة المطالبة بثأر الحسين الذي سيتحقق على يد المهدي الذي سيقوم وقام وقام مهديهم عبيد الله المهدي هذا الذي يقولون عن المهدي بالله هذا هو مهديهم نعم تطورت العقيدة بعد ذلك وهم ينتظرون خليفة من خلفائهم الذي غاب عن مجلسه وعرشه حكاياتهم طويلة مفصلة فهم تشققوا وتفرقوا بعد ذلك لكنني أتحدث عن شخصية كانت موجودة في بدايات الدولة الفاطمية إنه أبو حنيفة النعمان المغربي مؤلف هذا الكتاب فلا شأن لنا بما آلت إليه أمور الإسماعيليين فيما بعد ذلك فليس البرنامج للحديث عن تأريخ الإسماعيليين وعن مجموعاتهم وفرقهم واتجاهاتهم نتصفح الكتاب هناك العديد من الموارد التي أردت أن أشير إليها لكنني أرى الوقت يجري سريعاً لذا سأختصر الحديث بقدر ما أستطيع سأذهب إلى بعض الأمثلة الواضحة في صفحة أربعة وخمسين من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها إنها طبعة دار الأضواء بيروت لبنان الطبعة الأولى في صفحة أربعة وخمسين يتحدث عن المهدي بالله ويشير برمز إلى الصلوات عليه وقد كان في عصر المهدي بالله صلوات الله عليه وبلغنا من خلاف رجال كانوا كانوا ثم تحدث عن أن المهدي قد عاقبهم فعاقبهم المهدي بالله صلوات الله عليه أشد العقوبة وأنزل بهم سوء العذاب لكل بقدر استحقاقه وانتحاله وكفره ويتحدث عن دعاة من كبار دعاة الإسماعيليين فقتل قوما صبرا وصلب آخرين وأبقى قوما في السجون مصفدين حتى هلكوا أجمعين هو يتحدث عن الفتن العقائدية التي أصابت القوم الذي أردت أن أشير إليه وهو يتحدث عن الأئمة وعن الإيمان فيأتي بذكر المهدي بالله في سياق أنه إمام من الأئمة ويصلي عليه كما يصلي على الأئمة من علي إلى الصادق صلوات الله عليهم في صفحة خمسة وخمسين يتحدث عن الخليفة المنصور بالله وسمعنا ولي الله المنصور بالله صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ونظر وجهه وأعلى ذكره وأسنى درجته ورزقنا شفاعته وقد ذكر مثل هذا المعنى فقال لما أصار الله جل ذكره المهدي بالله صلوات الله عليه إلى رضوانه ورحمته وأفضل أمر من بعده إلى ولده القائم بأمر الله صلوات الله عليه ذكر يوما بعد ذلك أمر الأئمة صلوات الله عليهم إنهم أئمة الإسماعليين وإلحاد من ألحد فيهم فتنفس الصعداء وانقبط وظهرت عليه الخشية ونحن بين يديه ورأينا أثر الخوف والخشية عليه ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون وذكر المنصور بالله صلوات الله عليه عنه كلاما إلى آخر ما قال إنه يتحدث عن هؤلاء الخلفاء بعنوان أنهم أئمة معصومون استمرارا لسلسلة الإمامة التي يعتقدون بها والتي توقفت عند الصادق عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه واستمرت في ولده إسماعيل حتى وصلت إلى هؤلاء هذا هو كتاب دعائم الإسلام ما هو بكتاب شيعي أنا قد أسست منهجي على أن الأحاديث التي أأخذها أأخذها من كتبنا القديمة وبينت هذا الأمر في الحلقات الماضية من الكتب التي كتبها شيعة على منهج الكتاب والعترة ونقلوا أحاديث الأئمة من المصادر الأصلية القديمة ومثلما أملك علما في تفاصيل هذا الكتاب أملك علما في تفاصيل الكتب التي أنقل عنها بإمكاني أن أفتح لكم برنامجا لشهر كامل وحق الحسين أحدثكم عن هذا الكتاب وعن تفاصيله من أول كلمة إلى آخر كلمة فيه ومثلما أملك علما في هذا الكتاب أملك علما في تلك الكتب التي أحدثكم عنها أنا لا أهتيكم بحديثي من المزابل كما يفعل أولئك الأغبياء أنا أتيكم بأحاديثي من العيون الصافية من حديث محمد وآل محمد من مصادرهم الأصلية التي أعرف تفاصيلها كما أعرف تفاصيل هذا الكتاب أخذ مثالا آخر صفحة 171 وغريب المحدث النوري عد هذا الكلام دليلا على تشيع المؤلف في صفحة 171 يقول وروينا عن الأئمة هو لا يشير إلى المصادر هناك من يقول من أنه ربما نقل عن كتاب الجعفريات لأن مؤلف هذا الكتاب كان في مصر هناك كتاب عندنا من كتب الحديث يسمى بكتاب الجعفريات سمي بالجعفريات لأنه يشتمل على كثير من حديث إمامنا الصادق ويسمى بالأشعثيات نسبة لمؤلفه وجامعه محمد بن محمد بن الأشعث حكاية طويلة لهذا الكتاب لكن في النهاية فإن كتاب الجعفريات وكتاب الأشعثيات هو كتاب أيضا يشتمل على أحاديث إمامنا الصادق ويشتمل على أحاديث النواصب ومخالفي أهل البيت كتاب فيه هذا وهذا ولا نملك دليلا على أن أبا حنيفة المغربي نقل من كتاب الجعفريات هذه ظنون يقول بها علماء الشيعة لترقيع ما يريدون أن يرقعوه فيقولون من أن محمد ابن محمد ابن الأشعث مؤلف الجعفريات أو ناقل الجعفريات مؤلف الأشعثيات كان في مصر وكتابه كان موجودا فربما نقل من أنا لا أعتقد ذلك أبدا إذا وجدت روايات في كتاب الجعفريات ووجدت بنفسها هنا فهذه الروايات موجودة أيضا في كتب الإسماعليين الأخرى الرجل نقل عن كتب الإسماعليين وما نقل عن كتاب شيعي من الشيعة الجعفريين على أي حال صفحة 171 هو يقول وروينا عن الأئمة صلوات الله عليهم أنهم أمروا بالتقرب بعد كل صلاة فريضة بالتقرب يعني بالدعاء يعني التعقيب إذا سلم المصلي بسط يديه ورفع باطنهما ثم قال اللهم إني أتقرب إليك بمحمد رسولك ونبيك وبوصيه علي ثم قال اللهم إني أتقرب إليك بمحمد بمحمد رسولك ونبيك وبوصيه علي وليك وبالأئمة من ولده الطاهرين الحسني والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ثم ماذا يقول ويسمي الأئمة إماما إماما إلى أن ينتهي إلى إمام عصره ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك بهم وأتولاهم وأبرأ إليك من أعدائهم إلى آخر الكلام ما هو توقف عند الإمام الصادق هو لم يكن يعيش في زمن الإمام الصادق حتى نقول توقف عند إمام زمانه هو توفي سنة 363 بعد انتهاء الغيبة الأولى الغيبة الصغرى ب34 سنة إنما وقف عند الإمام الصادق لأن الإسماعيليين يقفون عند الإمام الصادق ثم يلحقون أسماء إمتهم الباقيين فهكذا قال وجعفر بن محمد ويسمي الأئمة إماما إماما إنهم الأئمة الذين يتحدث عنهم في هذا الكتاب مثلما تحدث عن المهدي بالله وتحدث عن القائم بأمر الله وعن المنصور بالله وعن الأئمة الذين سبقوهم من أئمة الإسماعيليين استغربوا كيف أن المحدث النوري يستدل بهذا على تشيعه وعلى أنه شيعي إثنى عشرين لا شأن لي بالمحدث النوري هذا الكلام دلالته واضحة على أنه إسماعيلي صرف وهو مصداق يصدق ما تقدم من حديث وما قرأته عليكم من مقاطع يتحدث فيها عن أئمته الإسماعيليين نذهب إلى فاصل عن بكر ابن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه خروج ثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحد في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية بأحدى من راية اليماني يهدي إلى الحق عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر الباقة صلوات الله عليه متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف أما في الجزء الثاني من هذا الكتاب بحسب الطبعة التي أشرت إليها أيضا سأخذ أمثلة صفحة 115 من الجزء الثاني وعند الحديث 383 روى حديثا عن إمامنا الباقر لا أجد وقتا كي أقرأ الأحاديث روى حديثا عن الإمام الباقري عن إمامنا السجاد بخصوص ماذا فعل حينما رأى خبزا مطروحا على الأرض وهو أمر مكروه وإذا 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 ما صار الاستخفاف بالنعمة قد يتحول إلى أمر محرم على أي حال ذكر أمرا إمامنا الباقر عن إمامنا السجاد هو ألحق حديثا من عنده المؤلث يحدثنا عن سيرة المهدي بالله فيقارن ما بين سيرة الإمام السجاد وسيرة المهدي بالله فإنهما على حد سواء هذا إمام وهذا إمام الإمام الباقر يقول كان أبي علي بن الحسين إذا رأى شيئا من الخبز إلى آخر ما حدث به باقر العلوم صلوات الله عليه وهو يكمل وكان المهدي بالله قد أمر مرة إلى آخر الكلام حديث أيضا عن موقف المهدي حينما رأى الخبز موجودا على الأرض في حجر داره يقارن مقارنة واضحة يستدل بها على حكم شرعي على أمر شرعي فيساوي بين سيرة الإمام السجاد وبين سيرة المهدي بالله المهدي بالله يختلف المؤرخون بشأنه هل هو فعلا من ذراري محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق أم أنه رجل يهودي كما يقول أعداؤه والمخالفون له كلام كثير لا شأن لنا به أكان من أولادي محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق أم كان يهوديا الأمر سواء هو قد جاء بدين جديد ببدعة هو في نظر محمد وآل محمد في قائمة النواصب لقد أسس دينا جديدا وإمامة جديدة وافترى على الأئمة الحقيقيين هذا هو منطق محمد وآل محمد وهذا المؤلف يجري وفقا لمجراه إنه يجعل منه إماما في مصاف علي بن الحسين فهل هذا شيعي جعفري كيف تعتمد رواياته وتأخذ بنظر الاعتبار نعم إذا قامت القراءة والأدلة على أن الرواية الفلانية على أن الحديث الفلاني صادر عن الأئمة بالرجوع إلى مصادرنا القديمة الأصلية نقبل هذا الكلام ونحن في غنى عنه فتلكم الروايات موجودة في مصادرنا الأصلية لا حاجة لنا لا بهذا الكتاب ولا بغيره لكن الحقيقة تبقى حقيقة إذا نقل حديثا صحيحا عن الأئمة فإنه سيبقى حديثا صحيحا في صفحة مية وتسعة وستين وعند الحديث ستمية وسبعة يقول وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام عن الباقر والصادق أنهما رخص في أكل ما أمسكه الكلب المعلم المعلم للصيد أنهما رخص في أكل ما أمسكه الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه باعتبار أن الذي أطلق الكلب قد ذكى بالتسمية الأحكام الشرعية التي نعرفها في بابها ولم يرخص فيما أكل منه الطير لأن الطير نستطيع أن نصطاد به أمثال السقور لكن صيده ليس مذكا وإنما نأخذ صيد الطيور إذا كان الصيد حيا إذا لم يكن الصيد حيا فإنه ليس مذكا بحسب فقه جعفر بن محمد هذا الكلام كلام صحيح وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير يؤكل من بخلاف ما يقول الباقر والصادق وبعد ذلك نفسه أبو حنيفة المغرب يدافع عن قول المهدي بالله الذي يخالف كلام الباقر والصادق الذي ذكره هو بنفسه يقول وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ يعني المهدي بالله مما أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسكت فهو يخالف الإمام الباقر والصادق وهو يدافع عن لماذا؟ باعتبار أنه إمام والإمام المتأخر هو الذي يكون قوله مأخوذا وفقا لهذه الرؤية فهل هذا شيعي جعفري ها هو يقدم قول المهدي بالله يعني عبيد الله المهدي على قول الباقر والصادق أنا آتيكم بأمثلة الكتاب كله من أوله إلى آخره مؤلف وفقا للعقيدة الإسماعيلية نعم روى فيه أحاديث عن الأئمة وعن إمامنا الصادق بالذات فهذا موجود عند الخطابية موجود عند النصيرية موجود عند المغيرية موجود عند الواقفة موجود عند كل الفرق ينقلون الحديث عنهم صلوات الله عليه وهذا أنحال موجود عند الإسماعيلية أيضا فهل هذا يجعل المؤلفة شيعيا إثني عشريا وهل هذا يجعل الكتابة من كتبنا التي نعتمد عليها أي منطق هذا وأي هراء هذا وفي صفحة 228 رقم الحديث 858 ينقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه حرم نكاح المتعة ويتحدث عن هذا الموضوع في الصفحة التي تلي هذا أمر معروف عن الشيعة الإثني عشرية من أنهم يشرعون نكاح المتعة وأمر واضح لا حاجة للنقاش فيه لكنه هنا بشكل صريح يحرم هذا النكاح وينسب هذا التحريم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في صفحة 228 وما بعدها 229 أنا لا أستطيع أن أتتبع الكتاب من أوله إلى آخره في حلقة تلفزيونية محدودة وقت الحلقة قارب على الانتهاء فماذا سأصنع لهذا الوقت لاحظتم وبشكل واضح التفاصيل التي ذكرتها عن المؤلف عن أبي حنيفة المغربي القاضي أبي حنيفة القاضي الإسماعيلي وقاضي القضاة في قاهرة المعز لدين الله الفاطمي إنه داعي الدعاة الإسماعيلي فأين هذا من التشيع الاثنى عشري فلا يوجد ما يشير إلى أي علاقة للمؤلف بالتشيع الاثنى عشري ولا يوجد ما يشير في كتابه أيضا إلى علاقته بالتشيع الاثنى عشري غاية الأمر هناك أحاديث موجودة في كتابه هذا وموجودة في كتبنا وهذا ما هو بدليل قلت لكم صحيح البخاري وكثير من كتب المخالفين إنما أشرت إلى صحيح البخاري لأن البخاري حاول قدر الإمكان أن يجرد كتابه من كل ما يقرب كتابه من حديث العترة الطاهرة ولذا ما نقل حديثا واحدا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع كثرة أحاديث الصادق ما بين المخالفين وعند شيعة وأحاديث الصادق عند شيعة لا تعد ولا تحصى مع ذلك فكتاب البخاري فيه من الأحاديث ما يتطابق بالألفاظ وفيه من الأحاديث ما يتطابق بالمعنى والمضمون مع أحاديثنا في كتبنا المعروفة فهل يتحول كتاب البخاري إلى كتاب شيعي إثني عشر أي منطق هذا فلا توجد إشارات تدل على تشيع المؤلف ولا توجد إشارات تدل على تشيع كتابه أيضا هو كتاب من الكتب من كتب الفرق المختلفة فيه من أحاديث أهل البيت فيه من أحاديث أهل البيت لكننا لا علاقة لنا بهذا الكتاب وفي الوقت نفسه لا ننكر صحة بعض ما نقله من أحاديث إمامنا أصادق صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل للحديث الصلة الكلام لم ينتهي بخصوص هذا الموضوع سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى كي تطلعوا كي تعرفوا على ما يجري في كواليس المعرفة وفي كواليس التحقيق